مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحيكم راديو تليزون الإمارات العربية المتحدة من عجمان أشهدني أن ألتقي بكم لليوم الأحدى الثامن ربيع الأول لعام 1434 نجرية العشرين من يناير لعام 2013 والرابعة والناس ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الضر إن شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البنامج 60551610 هذا هو رقم الهاتف وأيضا من خلال رسالة النصية القصيرة على 7009 ورقم الفاكس 7464333 يا أهلا وسائل فيكم وأنا راح بكل مشاركاتكم وأنا تواصل إن شاء الله دائما على الخير وعلى المحبة نتواصل معكم مستمعين الكرام وأنا تواصل أيضا والزبلاء هنا في الستوديو غادة من قسم الأخبار وأيضا هاجر من التلفزيون هاجر عبد الرحمن وأيضا علي عبد العزيز مخرج ومنفذ هذا البرنامج ماشاء الله صباح الخير غادة هاجر صباح الخير ماشاء الله هاجر في الاسكيمو وتحسسني إنه الحم في سيبيريا وتحسسني إنه درجة الحرارة في الستوديو 40 تحت الصفر أي معنى الحمد لله رب العالمين درجة الحرارة 20 فوق الصفر اللهم ألك الحمد وشكر الحمد لله نعمة نعمة ولكن في الستوديو ما دري عندنا حر اليوم ويتشد بردانة الله العالم الحمد لله رب العالمين أظاني لو في سيبيريا يمكن ما أدعوه ما بتطلع من البيت بيات شتوي بيصيبه اللهم ألك الحمد والشكر الحمد لله في هذه الفرحة الغامرة الحمد لله رب العالمين كنا فرحانين بهذا الانتصار وبهذا الفوز الجميل الذي يتحقق من خلال منتخب الامارات الوطني لكرة القدم وأيضا فوزنا كبير كان جدا 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 بلقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظ الله ورعا بلقاء اللاعبين وذوي اللاعبين أيضا يوم أمس وهذه الفرحة الكبيرة والابتسام الكبير الذي كانت على وجهه وأيضا طيب الخلق وحسن الاستقبال الذي تعودناه من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة فما نستغرب هذا الشيء أبدا فيه شخص رجل مثل خليفة بن زايد الله يحفظه من كل شهر يا رب العالمين ولا نستغرب فيه شخص أيضا يكون ابن من أبناء زايد وخليفة للخير من بعد زايد اللي غفل ورحمه فبالعكس كانت صورة رائعة وجميلة تجسدت فيها كل معاني الأخ ومعاني الحب والولى والأخلاص اللهم لك الحمد وشكر فتعرف أن الحمد لله اللهم لك الحمد وشكر يعني الناس يفتكرون أن الشيخ خليفة غير شيخ خليفة غير إذا كان غير بيكون بأخلاقة إذا كان غير بيكون بكرمة إذا كان غير بيكون بسموه بيكون بسموه أخلاقة بيكون فيه ترفع عن أمور كثيرة يزي خير إن شاء الله يا رب العالمين وترفع عن أشياء كثيرة وايد وايد ترفع عن الشيخ خليفة يعني عن كلام وعن أمور كثيرة اللهم لك الحمد وشكر فهذا إذا الله سبحانه وتعالى حب للعبد يضع فيه هذه الصفات فهذه الصفات كلها يعني ولو قلنا تحدثنا ما تحدثنا فالوايدين يتحروش شيخ خليفي غير بالعكس شيخ خليفي كان يتابع المباراة كان يتابع المنتخب يعني دائما هو يتابع المنتخب كان يتابع المباراة وكان متحفز وزعل أيضا وايد يوم يلقول التعادل ولكن بعد رغم هذا كله كان متفائل وكان عند الحمد لله رب العالمين يعني تفائل كبير بأن الإمارات الحمد لله رب العالمين ستحقق النصر إن شاء الله وستطفر بالكاس ولله الحمد تحقق اللهم لك الحمد وشكر المراد والشباب لما قصروا وزاهم الله خير أيضا الجمهور الكبير والغفير الذي زحف إلى مملكة البحرين الشقيقة أيضا والله الواحد يعجز اللسان عن وصف هذا الجمهور ويعجز اللسان عن شكر هذا الجمهور أيضا وعن الأشياء التي قدمها من خلال طبعا تواجده في مملكة البحرين الشقيقة لمؤازرة المنتخب والغريب في الأمر لكن هذا من مستغرب إن دولة الإمارات أثناء المباراة كانت خالية أبدا ما أنا استغربت يعني ما أتشوف ولا واحد في الشارع يا جماعة الخير أعمى عن بلدنا نحن فيها يعني وادين يعني مقيمين عندنا في البلاد هنا من أخوة عرب وغير العرب ولكن ما أدري كان في بلاد غير يستوي ولكن أبدا أبدا أن الله يسلمكم صارت لي قصة ويا المنتخب طبعا أنا في هالأمور أعترف ما أقدر خاصة في المباريات المباريات العادية ما بالمصيرية اللي أمذل هذه فالمهم كنا يعيين من حتى نشوف سبحان الله سايرين العين قالوا لي الصغاري لا الله يخليك نبغي نطع المباراة في البيت قلت له إن شاء الله طلعنا الساعة الست من عقب المغرب هنا طويل العمر أنا قلت ما بطع المباراة سارواهم دخلتنا داخل أنا مستعد جدا تألفزون ما أقدر شوية طويل العمر ويستوي الصريخ في البيت وعفدة عفدة شوف قالوا يا أبو قول حتى بعدني ما تحتثي يا بي ولاش كان السمر أنت تلفزون خالي ها عندك دون كامل وقت حين ما بتاعي يطوف الوقت ترأي الوقت يطوف وشانيين الشوت الثاني والوقت تكثر تحير منحطوا علينا القول الخالي خلاص أنا دغم ما أظني منو همظوني وجمهور هالي في الملعب سكتة وكل بتقول صاب عليهم ما يبارد وين حم بعد مثلهم استوى الصياح ودنيا وهذا خط حالي مثل خط بعضي مثل ما يقولون وركة في السيارة ومن غير هدى أحوط بنت حتى أول فتحت الرادع وقب بنتي محت في الشوارع صرت عند الشيشي معاني هذا عندنا الشيشي في عيمان وحدها لما قلون عند بيت السادة عبدالله في سعيد النعيمي على الشارع العام شارع الشيخ زايد فيها الله باسمي زحم دوم يمم كم مطعام ولا قطو يا تصفر الدنيا البلاد خالية مون مون حتى ما بشيتش منظر مون ما بحلو نحن متعودين في الإمارات إنه في حياة وكذا المهم فبس تشوف سيائر عند البيوت وعيد عند الميال سوائد شاير فالمهم من يد تيلفون أنا أتفاعل دون بالتيلفون خاصة يوم في المواقف ويسوي لي راشي بالتيلفون سوا لي تيلفون قال لي ثنين واحد ثنين واحد وأطر الموتر طر ولاني عند البيت باقي دقيقتين أول قلت ما بتخليني انتهن أقب قلت لحي عندما وصلت البيت بزلت يا طويل عمر لكانت دقيقتين طافعنا نسنتين علينا تشوفوا نسنتين لكان الله أم لك الحمد والشكر اللهم أم لك والشكر يوم لك بعدين أنا طلعت في السيارة وقلت يوم طلعت في السيارة قلت إذا لنا ولنا نصيب والله سبحانه وتعالى مبرى يدي يخذي الهائلة اللي يشاره وكل والله رايدي فرحنا بيسته والحمد لله رب العالمين وعلى نياتكم ترزقون والله حكيم وطيبة والشيخ خليفة الله يطاول عمره على نياته والله هذا الرجل على نياته الحمد لله وعلى نياتكم الله سبحانه وتعالى قال وعلى نياتكم ترزقون وبالفعل الحمد لله وبعدين أسعى يا عبدنا أسعى معك لمرة الحمد لله رب العالمين سعى من خلال خلنت من خلال الله ملك الحمد والشكر يعني بنوا هذا الفريق صغارية هذه اللي اهتموا فيهم مع المدرب الوطني يعني احنا أمس الحمد لله رب العالمين اكتسبنا أمور كثيرة اكتسبنا واخذنا كاس الخليج بمدرب وطني الله ملك الحمد للشكر بشباب صغار بالنسبة للفرق الباجي يعتبرون صغار أصغر أصغر ناس يعتبرون يعني شباب صغار كلهم صغارية مساكن يعني يقولون بعد اسماعيل المطر عود اسماعيل المطر عود بمقارنة باللي موجودين ولا اسماعيل المطر أم من عيالنا صغيروني بعد اسماعيل المطر مابعود يعني اسماعيل المطر اسماعيل المطر عمر صغير ولكن مقارنة باللي وياهذه لو يعتبر أكبر واحد هو شيبتهم ايه يسمونه بابا ايه عمور يسمي اسماعيل المطر بابا وحليلي ايه فالحمد لله رب العالمين وأيضا أثلج يعني صدورنا هذا التآزر بغض النظر عن شو عطوهم ولما عطوهم يستاهلون والله لو عطوهم كل شيء بعد هذا يستاهلون يستاهلون شيء أكثر عن هذا فرحونا يا أخي بعدين ناس يعني انت لا تفتكر كأنهم يعني هاي يعتبرون جنود للوطن وساروا يمثلون دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين بعدين عندي ملاحظة بيضوا ويه الإمارات وارفعوا رأس الإمارات هذا الكلام غلط نقوله ويه الإمارات الحمد لله بيضوا ويه الشيوخ نواديون ما بقصدهم يعني قصدهم للتعبير عن الفرح ولكن رئيس دولتنا الحمد لله رب العالمين ويه أبيض الله ملكه الحمد لله بكل الأمور الحمد لله رب العالمين بكل شيء يسوي بكل خطوة يخطوها الله ملكه الحمد لله شكر يعني الشيوخ نيزاهم الله خير ويهم بيضة من خلال كل شيء يسوي من خلال الأشياء اللي يسوي نزيني أيضا رفعوا رأس الإمارات لا رأس الإمارات مرفوع اللهم لك الحمد لله شكر وعودنا زايد الله يغفل ويرحمه أسس هذه الدولة ورأسنا الحمد لله مرفوع وروس الجميع رأس الإماراتيين ورأس الإمارات الحمد لله دائما مرفوع ولكن هم يكونوا بتعبير وقات فيما يتعلق به هذه الكلمتين فإن شاء الله دائما وأبدا يا رب العالمين أيضا لأثلج صدورنا وفرحنا الحمد لله رب العالمين المكالمة الجميلة البو خالد سيدي صاحب السمو سيدي سمو الشيخ محمد بن فريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد أهل نهيان ولي عيد أبوظاب نائب القائد على القوات المسلحة مداخرة مع محمد نجيب كانت جميلة جدا جدا كلم الشباب اللي موجودين تكلم يقول لك أهل أخوية بوزايد شو الكلام هذا يا جماعة الخير يعني هاي الأمور قل ما تجده يعني المتابعة الحمد لله أيضا رجال الأعمال اللي في الإمارات جزاهم الله خير على هذه الوقفة والخير يا أكثر وأكثر إن شاء الله الخير إن شاء الله يهينا من لعيبة أكثر وأكثر إن شاء الله والله يفرحه إن شاء الله يا رب العالمين دائما وأبدا دائما عيش هاي الأفراح إن شاء الله ولا يعني الملاح شوية بعض الأمور شوية كانت تكدر صفه الواحد الواحد ما يبغي يتكلم بس بيني وبينكم أنا أبا أتكلم اليوم أبا أفضفط الله يخليكم فاسمحوا لي يعني ما في داعي نحن الكرة أصلا نسوين الكرة الهدف سامي واحد هنا شباب خليجي نتجمع ويعني يصير بيننا تآذر وتآلف ويصير بيننا يا طوي العمر يصير بيننا تعارف ويصير بيننا أكثر وأكثر ونعزز العلاقات الخليجية والعربية ولكن بعضهم الله هديهم ما يبون هذا ليش ما أدري وهاجمونا هجوم كأننا نحن يعني استغفر الله هدمين الكعبة ما سوينا شي خذنا كاس وبجدارة يعني لا رشينا حد الحمد لله ولا سوينا شي ما موجود بلاتر عشان نلشي ونأخذ الكاس الحمد لله رب العالمين ما في شي اللهم ملك الحمد والشكر يعني ما سوينا شي يعني هاي النزلة علينا نحن من بعض هذي ما تسميهم أخوان لا ما بأخوان والله لا بأخوان ولا شي اللي أخو ما ما يسوي بأخوة فما في داعي للأمور هذي كلها يعني نحن خذنا كاس يا جماعة الخير ادخلوا في أصل وفي فصل وهذا وهذا ما أدري شو أصله وهذا يا جماعة الخير على الأقل العربي على الأقل من اليمن ما فيه شي يعني ما سوي شي ريال مبعيب المبعيب ريال عربي وذا سار ما سار سار بلاد الإمارات ما فيها شي يعني وريال ما قال أنا يعني يا أيمين الله باسمه ريال يعطرف يقول لك أنا أيمين شو المشكلة يعني ما فيه المشكلة بالعكس ريال يا واستحق جنسوا يا أخي مجنسين نلاعب بفيدنا شو المشكلة يعني ما فيه أي مشكلة ما فيه مشكلة يعني لحن ليش مسوين دورة الخليج ليش ضامين اليمن ليش ضامين العراق بس ما يبون يعني ما يبون هذا كله وخصها بعض الأخوان هتحسبوا من أخوانك ولكن هم يكيدون لك يعني عندهم ضي بعض الوسائل الإعلام ما لم يعني يقول لك والله هاي لها من أصول يمنية شو المشكلة طيبة الأصول يمنية ما نحن من أصول يمنية على العين وراسي ولكن نحن يوم يجنسون مثلا يده ولا أبوه يدروا بأن عيالي بيطلعون لعيبة ما يدروا يدرون يعرفون جنسين ليش يا جماعة الخير شافون أن يستحق الجنسية يستحق الجنسية هذه البلدة والشيء وبعدين نحن كيفنا هذه أمور خاصة فينا نحن ما حد نحن يفرض علينا ليش جنسنا هذا ولا ما جنسنا هذه هذه دولة تهب من تشاء الجنسية كيفة وتمنع عن من تشاء دولة كيفة لها قانون ولا أعراف فأمور كثيرة ولا أحد الآن ما يدروا بهم يوم يجنسونهم من هاي ولا الله عيالهم بيطلعون لعيبة لا مجنسينهم ليش أن باشر عيالهم يخدمون البلد في كل مجالات ما بشرط نلعيب ممكن يطلع ضابط ممكن يطلع دكتور ممكن يطلع طيار ممكن يطلع مهندس ممكن يطلع بناء ممكن يطلع أي شيء المهم شو يساهم في خدمة البلد ويستفيدون منه هذا 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 لا أكثر ولا أقل بعد أنت ما سمعت الشيخ سرطاني تلمرة شو قال قال الحضارة اللي كانت موجودة في الإمارات قبل الصين ستة ألاف سنة يقول لك قبل الحضارة في الصين فشوي شوي خلق الله تيمعت شوي 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 فما في يعني تيمعت من الجزيرة العربية ومنه ومنه ما في يعني الأمور هذه في أخي ما لك يعني في بعض الأمور هاي لا والله هذا يمن يجنسوا هاي لا أربعة وستة يكاتبين ساميهم من أصول يمنية شو المشكلة يعني ما في أي مشكلة أبدا وأبدا الحمد لله رب العالمين علق العرب ما بكل واحد كل لعب حاطيه لم وترجم يوم يسوي الله باسمي ويوم بغوا يسافرونهم يا أبوهم يدعشر طيارة اللهم لك الحمد لله شكر لا الحمد لله رب العالمين اليمن قريبه بيسي في السيارة ما حتى خالي بعدين اللي نزل علينا نزل هذا يعني ش دعوة وينهم إن شاء الله يكون موجود عندي بس اسمحوا لي ثواني بس الله يخليكم ما عليش أني فرحان أنا بقى عبر عن شعوري عبر يا ابني عبر شو بقول لك خالي فلا على الله تعامدون أنه مسبونا واخر شي يعتذرون ليش يسب عشان تعتذر بعدين يعني أو تغلط عشان تعتذر بعدين يا أخي لا تغلط لا تعتذر يا أخي ما نحن عادينك أخو ما بتعدنا أخو كيفك يعني ما بالغصب خالي وين صار خالي هذا أصبر مسجل كل شي مسجل خالي كله موثق خالي ما يهمك يعني هذا بعدين أنا ما أعلمك يا أخي بش دعوة مسوي عمرك فارس عواض يعني أنت لو تطير لو تطير ما بتوصل ربع اللي وصل لفارس عواض ما تقدر له خالي إيه أصلا انت غلط يحطونك معلق أصلا غلط يحطونك معلق تعلق على كورة إيه انت على بقر ما تعلق المفروض حتى عم صار على الثيران شوية عليك خالي أو وايد عليك قصدي ما يستوي خالي يعني ما في داعي إيه لكن شو بتقول قال لا على الله تضافرت تعابدت كل الجهود الإعلام النجلة المنظمة طاقم تحكيم كل الصافرات كل المخالفات كل الأخطاء لمصلحة المنتخب الإماراتي أي تصرف أي حفوة بصافرة من الغامدي أجرم الغامدي اللهم لا توفق الغامدي ولا كل من ينتمي لهم الغامدي اللهم لا توفق كل من ساهم اللهم لا توفق الغامدي ولا كل من ينتمي إلى الغامدي يعني كلكم أنتم هنا فهموا السال في الموم أي فليش يا أخي يعني ما يعني ما الله باسمي ما سوى شيء الغامدي ما بعدين إذا صار خطأ يعني في كاس العالم يخطون يعني ما الله باسمي دورة الخليج مما ترى فيها عالمياً يعني بلاتر مطاعي يقولوا قال ماردونة يوم بيروح بلاتر بيعترفون فالمهم خالي فما في داعي يعني يطوي العمر الغامدي ليش وح ليلة الغامدي نحن كلنا ننتمي للغامدي يعني كلنا نفس نفس البتاع فما في داعي خالي يعني المهم الحرقاني قطع المصران فخاذنا نحن خذوه بمردية خالي لا برشوة ولا شيء ولا الله بسمي خذوه بمردية طوي ايه ماشي حطوا شيء من تحت الطاولة ما عدنا شيء من تحت الطاولة كله فوق الطاولة خالي كله في الملعب انثروه عيال زايد كله في الملعب خالي ما مشكلة بعدين بلاكم شو عدتكم محادثات شو شو عدتكم ها نزلت شوية اغاني اغاني اذا كان الله خير فا لانتوا توجي قطعة حبل هفكاري لنتما coupe ما ما استرسل هسم الله الله بالتهالة مع الحديث اليوم انت ربعد يوميك واحد يرمس في إذنية كم منه واحد يرمس ما يستوي. هذين أنت يا إني ما بني عندك. ما بقى أنون هذا. أنت اقتحمت علينا المكان. يا ريال خلى على الله. الحمد لله رب العالمين. المهم تجاوزنا كل هذه الصعاب والكلام والدنيا وهذا. والحمد لله رب العالمين. أخذنا الكاسوب مردي. طبعا نهني أنفسنا ونهني كل الإماراتيين قيادة وشعبا على هذه الفرحة. والله يدوم عليكم الأفراح والليالي الملاح إن شاء الله يا رب العالمين. وبعدها ما ننسى جهود الإخوان. إذا ما الله خير. الله يزيهم خير. الله يزيهم خير. الإخوان في مملكة البحرين الشقيقة. سيدي الملك يعني حمد بن عيسى. آل خليفة. الله يزيهم خير. وولي عهدس. ألمان بن حمد. الله يزيهم خير. ورئيس مجلس الوزراء. كلهم صراحة البحرينيين. حكومة وشعبان إذاكم الله خير. هذا الشيء ما بغريب على البحرينيين يا طوي العمر. ما تستغرب. في ناس مثل البحرينيين ما تستغرب. بعدين نثمر الدور الكبير أيضا للإخوان في المملكة العربية السعودية. بعد ذاكم الله خير. الإخوان صراحة ليسارهم من طريق المنافذ. أنتدحوهم وقالوا صراحة. ناس والنعم. والله أي ما نستغرب بعد في عيال عبد الله بن عبد العزيز. ما نستغرب هذا فيكم يا عيال عبد الله. والنعم فيكم. والنعم والله والنعم يقول لك. يعني ما zweiينة في المراكز يقول لك بها. واحد يقول لك إينا عند المركز ونزل قال لبا نفتش قال لا طوي العمير ركب السيارة نحن ما نفتشكم أنتو عيال زايد ما نفتش عيال زايد تشوف الكلام حتى يقول إن معت عيني نعم زايد سوالنا الله يغفر الله يرحمه سوالنا الشأنه سوالنا الشمع اللهم لك الحمد والشكر وخلى الناس يعني خلى صورتنا اللهم لك الحمد والناسعة ناصعة البياض عند كل حد سواء في الخليج في الوطن العربي في العالم كله اللهم لك الحمد الله يغفر الله يرحمه ويأخي لي في الحمد الله ومحمد بن راشد إخوان الحكام عززوا هذا الشيء اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله وحافظوا على هذا الشيء ونموه بالعكس يعني نموه ما خلوا يعني على لا نموه بالعكس الحمد لله رب العالمين من خلال أيضا سياستهم الحكيمة اللهم لك الحمد والشكر الإخوان أيضا المملكة العربية السعودي حتى الإخوان الكويتيين اللي 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 الليWA فرحوياني الليكتورين مادرش حق advertise عدلين ماسوينا بكم شيء أخوان اخواننا ونعتز فيكم والله العظيم ليش زعلانين علينا وايد زعلانين علينا eliقطورين والله العظيم وايد مع عن للا لا أمير قطر مبزلان فرحان بس ال étantーい عدول باع hullam zaalanين ليش ما دري عانته أميركم فرحان ومهنن نعمس أميركم هني رئيس الدولة يا جماعة الخير أميركم فنان وهنا رئيس الدولة وريال طيب وحب لنا الخير ليش وشو شالين علينا ما سوينا لكم شي بس خالي بعد يعني خلى على الله يا طوي العمر أخوان الكويتين ويا أنا في المسير إذا هم الله خير ما قصره أخواننا السعوديين والبحرينيون أخواننا من سلطنة عمان الشقيقة بعد إذا هم الله خير بعدين في واحد من الأخوان اليمني يا الله يسامحك يا طوي العمر الله يسامحك وياه وياه نحن نبغي أتي من غيرك ممكن أنت معلش ما يتم غريب برأي معلش ما يقولون أقرب لك أقرب لك يلا خلي على الله أنت يا أخي معلش قال هلا كلما بصلين أصلهم كلهم يمني ليه في المنتخب على عيني وراسي إذا أنت فيك مردية عندك الأصليين يمنيين سوا من المنتخب وخذ دورة الله يخليك أحب الرمسه شو الكلام هذي يا جماعة الخير والله العظيم مجزع عنيش يبني خلى على الله يا ريال اللهم لك الحمد والشكر المهم نحن فرحانين ونتو زعلانين أسألوا كيفكم والله نحن نفرح لم والله العظيم والله نفرح لم قساهم بالله نفرح لم ونتمنانا بالخير لكن هم ما يكنون هنا كل ما أدري ليش يا أخي خير أنت تعمل شر أنت تلقاء ما أدري هايش المرة المنتخب العراقي يوم ما ما رأهم يرد بلادي شيخ محمد استضافهم يوم فازوا استضافهم في الإمارات وعطاهم عشرين مليون والله نقول يستاهلون لكن يا أخي طايحي ابنا في جرائدهم مش هاتبوني ليش ما أدري بعدين عمر ما كتبوا عمر كتبوا عامر ليش غلطاني في الجريدة لا تعال ما يكتبون عمر عندهم في الجريدة أنا آسف اخي لا مشكلة خلي على الله خالي لا تدخلني في الأمور اللي 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 هاي أظن هنه خالني الله بسمه أدنك تستقطب 145 هذا الأخبار شوي برد على الأخبار خلوا فأتودون المتاهات وعيد بعيد وكذا المرحب نحن فرحانين اللهم لك الحمد اللهم دم علينا فرح يا رب العالمين أني يقول لك يا طويل عمر التقى رئيس وزراء الجبل الأسود الزعب بن زايد يؤكد أهمية التفاقيات الثنائية بين البلدي التقى سمو الشيخ الزعب بن زايد على يام السشال الأمن الوطني نائب رئيس المجلس تنفيذ الإمارة أبوظبي بقصر الإمارة أبوظبي بالدولة ميلو جونافيتش جوكاونافيتش رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود مونتينيغرو ألفد النرافق ورحب السمو بداية اللقاء برئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود معلوبا عن سعادة لموصلت إليه لعلاقات ثنائية خلال فترة واجيزة بين دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود من تمييز وتطور من ثانامين خاصة من مجالة الستثمارية والاقتصادية كما تقرر السمو الشيخ الهامية التفاقيات الثنائية الموقع بين البلدين خاصة التفاقاتين معنى الازدواج الضريبي وحماة الاستثمار وعرابة أن تطلع للتعاون المستقبلا بشكل أكبر في مجالات النقل الجوي واستثمارات في قطاعات سياحة أيضا شركة أبوظبي الوطني المعارض الوطني المعارض أدنيكتا تعلن حج زميع المساحات المخصصة لمعارض إيدكس 2013 الذي ينطلق في براية المقبل حيث يمثل يمثل هذا الإنجاز المبكر عكاسا المكان العالمي التي يتمتع بها معارض إيدكس الذي يشارف على إتمام عقده الثاني وتشارك في المعارض 140 شركة محلية وتسعمائة شركة دولية تمثل 57 دولة تفتتح شركة أبوظبي لخدمات الصحية الصحة خلال العام الجار تسعة مراكز الصحية جديدا بين 14 مشروع أن أقرها المجلس التنفيذي لأمارة أبوظبي بحسب سيفلوك بيسي رئيس مجلس دارة الشركة مشيرا إلى أن القطاع الصحي بأبوظبي يحظى بإتمام القيادة رشيدة مثامنا توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الناير رئيس الدولة حفظ الله ورعاه والدعم غير المحدود من الفريق هو السمو الشيخ محمد بن زايد أيضا تستقضب شركة بترول أبوظبي الوطنية لتوزيع عدنوب للتوزيع 145 مواطنا كمرحة الأولى ذون مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الناير رئيس الدولة حفظ الله ورعاه أبشر التي تعمل على رفع معدل مشاركة الكواد المواطنة في سوق العمل وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطار استراتيجي متكامل لدعم سياسات توطين الوظائف التي تحضر بمتابعة عثيثة من سمو الشيخ منصول بن زايد الناير نائم رئيس مجلس الوزارة وزير شؤون الرئاسة أيضا شهدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه سباك سموه للقدرة في نسخته السادسة الذي أقيمه في مدينة دبي الدولية القدرة في سيحة السلم لمسافة من ستين كيلومتر في الثلاثة جيوم مشاركة نخبة من الفرسان العالميين من مختلف دول العالم وتقدم سمو الشيخ من محمد المكتوم وليا عدد دبي الفرسان المشاركين من تطيان صحوة جوادي أيضا أكد سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عوضو المجلس على الاتحاد حاكم مرض شارقة حفظ الله ورعاه رئيس الجامعة الأمريكية في شارقة أن الحرص على تطوير الجامعة السماء في وصولها إلى أرقى المستويات التي توازي في مستوها الأكاديمية الجامعات الأمريكية والعالمية العريقة لا في تنسموه إلا أن نجاح الجامعة في دخول تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم أواخر العام الماضي يعد ثمر لهذا الدعم وقال سموه خلال حفظ تقريج 22 طالبة وطالبة من الفصل الأول لعام 2012 من الجامعة بقاعة المدينة الجامعية أمس أن هذه لحظات رائعة ترسخ في الذاكرة ترسخ حفوا في الذاكرة وطبعا تشهد على جهود جهودكم وسهركم وتؤكد لأبائكم ومؤاتكم أنكم حققتم الهدف وأنكم الأبناء الأبرار الذين رفعتم رؤوسهم فقرا واعتزازا فهنيا لهم ولكم ولجامعتكم التي تحتفل بكم الآن لأنكم جزء من رسالتها القائمة على التمييز والريادة وأوصى سموه الطلب بمواصلة الرقي بالعمل الجاد لخدمة أوطانهم بما اكتسبوه من معارف علمية وعملية مقدمة للتهاني وتبركات الخليجين وذويهم وأساتذتهم على النجاح قائلا مبارك عليكم نجاحكم وهنيا ليهلكم وذويكم وأساتذتكم على هذا التمييز وهذا الإنشاء سيضا انهنيك يا صاحب السمو على هذه طبعا الجامعة اللي وصلت إلى الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر مصاف الجامعات التي يشار إليها بالبران وهذا اندل على شيء اندل على أن سموكم جزاكم الله خير واهتمام سموكم الحمد لله رب العالمين الكبير بهذه الجامعة والاهتمام المتواصل والدعم اللامحدود لهذه الجامعة هو ما أوصلها إلى هذا المستوى من التمييز فنبارك لكم أيضا يا طويل العمر ودائما إن شاء الله الله يؤليك الصحة والسلام والعافية رب العالمين أيضا هنا يا طويل العمر نقول لك أكد أكد المقدم دكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي أنه تم أعداد منهجية تؤنا بإيجاد الحلول لازمة لتعامل مع التوقفات العمالية والوقوف على أسبابها وابعادها المختلفة والعمل معالجتها مشارين الفريق سمو الشيخ سيد بن زايد النهان نبي رئيس مجلس الوزارة وزير الداخلية اعتدم منهجية التعامل على التوقفات العمالية بالدولة التي عادتها لجل العليا لدارة العزمات العمالية التي تمثل الإدارة العامة لحقوق اللسان بشرطة دبي والعمال العامة أيضا كشف مطر الطائر رئيس مجلس اليدارة والمدير التنفيذي لهيطرق المواصلات أن وسائل النقل الجماعي في الهيئة والتي تمثل والتي عفوا تشمل متر دبي وحافلات المواصلات العامة وسائل النقل البحري إضافة إلى سيارات الأجرة تاكسي دبي وشركات الامتياز نقلت في العام 2012 وفقا للرقام الصادرة من قسم الإحصاء في الهيئة 367 مليون و 657 ألف راكم مقارنة من نحو 346 مليون و 500 ألف راكم في 2011 و نحو 332 مليون راكم في العام 2010 و يقدر متوسط عدد مستخدم وسائل النقل الجماعي يومية في العالم في العام الماضي عفوا بأكثر من مليون راكم مقارنة من نحو 930 ألف راكم في 2011 و نحو 922 ألف راكم في عام 2010 و أكد أن هي تمضي بخطوات سريعة و ثابتة في تحقيق الهدف التي وضعتها عند تأسيسها زين الله يبارش لكم إن شاء الله يا رب العالمين و نقول دائما اركب الأحمر أي دعاية كشف السعادة خليف الرميذي مدير دار الصحر العام بلدية مدينة أبوظمي عن عزم البلدية عن إنشاء سوق جديد للخضار و الفاكهة بأسعار الجملة خارج مدينة أبوظمي تحديدا في منطقة المصفح و الذي تتوقع في التعيق على العام النقل ليصل بذلك أجمالي أعداد أسواق الهضروات لنحو الثلاثة بعد سوقين منطقة الميناء و مدينة زايد الله يزيد مدينة أبوظمي أيضا برعاية وحضور سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضونا جسل على التعاد حكم الشارقة تتشرب تائر الثقافة والألام طبعا بالشارج بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان الشارقة للشارع العربي الدورة الحادي عشر وتكريم الشاعرين له الأستاذ عبدالعزيز اسماعيل من الإمارات والدكتور خليفة لقيان من دولة الكويت الشقيقة والأمسية الشارية التي حليها كل من شاعر كريم عتوك من الإمارات وشاعر محمد زايد الألمعي من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك عند الساعة السادسة ونصب مساء اليوم الأحد طبعا في قصر الثقافة بالشارج فيه ليب عبي فاصل نتواصل بعد هذا الفاصل شكرا لكم التعايير مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام خلال راديو الرابعة على الموجة بيو 7.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم ونشكر أيضا أخونا من نجوم المنديال لرياضة بيطلع أنت حين شغل كاميرا خالي شغل كاميرا خلنا نراوي الرياضة مسوي شيء حلو إزال الخير مسوي شعالات صراحة جميلة جدا لها صورة طبعا شعار دولة الإمارات العربية المتحدة الله حال جميل هذا وأيضا مسوي شعار دولة البحرين أو تشكيل في علم دولة الإمارات وعلم دولة البحرين في الجانب الآخر فجميل جدا ولون بعدين عنابي حين الأكثرين بيقولون ناخذين ما أخذين لون المتخب أدنا نادي الله باسمه نادي الوحدي يلبسون عنابي ليه لا تقولون ما أخذين شعارنا ألواننا ولا الشي لا عنابي نادي الوحدي يلبس عنابي دم الغزال بعدين ما أبعدنا بدم الغزال ما فينا بعد خالي تعجمون علينا كل يقولون ما أخذين ها خالي ها خالي هات انت لا تحجب الهدايا هات الهدايا كلها لا تحجب شي خالي خلل أيوة أيضا صاحب العود هذا حلويات مروج المحرك الله من شارع المعارض أظن ولا دعني أقرأ العنوان وين يقول لك وحليلا من البارح البحرينيين زعلانين البارح وايد زعلانين قالوا حبايبنا روحوا عننا مستانسين كانوا ما شاء الله عليهم لين الصبح ما يرقدون وعلى شارع المعارض وعلى منه وعلى ساعة سبعة الصبح يقول لك كأن توسال من الشمس لمغارب عندهم نمرة واحد تعشون ساعة سبعة الصبح الجماعة هاي شي ها بعد بفوز المنطقة الحمد لله أطيئ بأنواع الحلوة الشعبية والرهش والمربى النشاب شو النشاب شو الرهش عرفه والمربى عرفه النشاب البحريني والكويتي النشاب شو بيعون نشابات شو النشاب شتراري خبار عرفه سو التلفون حق خالد الشيخ ولا الجمالي قول لنا الشاب شو والله نعيبني عيسى فراشد والله لك فنان قال خلوا الدورة اختصرة على دول القليج شن فيهم الباجين قال ما نباهم والله فعل شن باهم ما يدانون نيش الله بسمي خلونا رواحنا لنحن دهن في متشبتنا ثلاث وثلاثة نلعب وثلاثة نلعب ما فيها شي يعني دور يسوي ما فيها ما فيها ما فيها اش حاقة يعني والله نفنان عيسى براشد دعوة قال خلونا رواحنا ماما دخونا ايضا نحن محمد الذيب يقول اتقدم محمد الذيب حياك الله يا محمد يقول اتقدم باسم ايات تهاني والتبريكات الى مقام حضرت سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حيث الله ورعاه والى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي والى اصحاب السمو الشيخ عضاء المجلس العتحات حكام الامارات الوطني الى شعب دولة الامارات العربية المتحدة والى اللاعبين والى الفريق الفني والاداري والمدرب بمناسبة يقول فوز منتخبنا بخليجي 21 يقولهم الف الف مبروك ويقول ايضا الذيب الله يعمل عنا عين الحاسدين واغولك يا ذيب يا اخوية محمد الذيب اذا لم يكن لك حاسد فلا خير فيك يعني اذا ما حسدوك بيحسدونك على شو خالي على قول سبحرانيين على شنو ما لازم فيك شيء عشان يحسدونك فيك ميزة ما يحسدون الواحد شذي خرطي واحد مفلاء ما ينحسد المفلاء فانت الدليل انك انت زين الحمد لله على الاساس يحسدونك اللهم ها ها حصن تعال 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 بعضي كيا تعال اول تعال 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 خذ انا بشوف تعال وقص ها تعال 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 ما هي حمد لله تمام تمام نعم هل ترى مباراة كرة أطلع كميرا سوف نرى أحسن سوف نرى تبلا دعنا تعال تعال عن طول تعال تعال أطلع عمد لله يا الله أح vir Lake يجب عليها. شغل عدل. شغل عدل. شغل عدل. الكيس مكتوب عليه القرية العالمية. لا لا. 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 دعني أقرأ ماذا مكتوب على الكيس. المحرك. 1-7-3-4-5-9-9. المحرك. كم محرك عندهم في البحرين؟ 3 محرك مكتوب. 3 محرك في البحرين. مثل الرفاع الغربي والشرقي. المحرك واحد في البحرين. المنامة. والرفاع الشرقي. والمصنع والفاكس. ومملكة البحرين. الله يعز مملكة البحرين إن شاء الله يا رب العالمين. ويعمي. أنا عيني بعد الجماعة. هذه لك. الله المستعان إن شاء الله. وحليلة البحرينيين. تعال تعال جكريا. أعطيك متى تعال. تعال. ليش خوف زكريا ما في خوف أنت في قوي في. أمس أنت شوف من برا. شوف على. كلم صوت عالي شوي. يا شوي دي بردت ستوى الثلاجم. تروع من الماكرافون وحليلة. أشوف أنا حار ما في خوف. في خوف زكريا أتشوف. يالله 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 يالله. تقول الدوك تقومت شاغليين مالشعة. والله تحس. دوك أخبرك. تحس المشجعين هاي الأمس مع المنتقب كلهم في صادر يدقون. خالد حريب كبرى داخل. ليش خوف زكريا. أنا في بابا ما في خوف. أنا سيم سيم بابا. أمس هذا مبارا زين. مضبوط هذا. مضبوط. مضبوط واجد ولا شوي. مضبوط. ألف ألف مضبوط يا السلام عليك. هذا متاي من شان انتي. وهذا بعد. حلويات مروج المحرق من شان انتي. صبر خلني أبطر شوي. الله على كيف كيفك. هذا من شان انتي. شو هذا. هذا من شان انتي. ياود. وهذا نبج كله من شان انتي. كله استوديو من شان انتي. علي عبدالعزيز من شان انت بعد. شير. ما عندي خردة تعال. ما عندي. رأسك العزيز ما أردي. عشان المنتخب. ياود. هذا عشان بكة. ما البكة ودي. يلا. روح. يلا. يساك الله. يساك الله. يساك الله. الله يخليك زكريا سوي دعاء بس انتي. إذاك الله خير انت بعد. هذا مشان بكة ما في مال انتي. يلا شير ودي هذا. هياك الله. يا اهلا وسهلا بك. يا اخي. كله عشان خاطر. فرحانين يا اخي. خليف روحون بعد. اللهم لك العمد والشكر. اللهم لا تغير علينا. الا الى الاحسن يا رب العالمين. ودائما دائما دائما دائما. الله يكثر. يكثر خير. تعال تعال. اهلا. اهلا. تحمل تعطيه لا لا. شوف الملعون شوف. يبقى ياخذ عن الالف ويعطي مئتين. لا تعطيه. ايه. ما في يعطي لا لا لا. لا لا تعال زكريا ما تعطيه. هو عد تعطيه. شير شير انصار. شير انصاري سوي تنج. ايه. تعال زين. ما يصبونك هوا وياخذون الدليل. صبونك هوا لين هزون الفيان. ليه للعدات العربية والتقاليد. مابا 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 الله. أسمعه لا مبنى يا تفاح. علمت ان البو عبدالله. والنعم بو عبدالله والنعم. هذا الملخور. ما شاء الله. ملخور او من تحطيه. ما زال عائد ابو عبدالله في تحطيه طلع. هذا محلي الكبر. اعكيد محلي. ما شاء الله. ما شاء الله. أتعال زكريا. مضبوط؟ تعال شيل هذا ودي هذا هذا بحلوه وهذا شيل نشكر طبعاً سلطان ودي تشيس هذا زكريا تعال جيب هذا عد بذلك نعطنك فلوس لا 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 زكريا شكراً زكريا شكراً ريال يتابع المباريات أمس منه ما تابع المباريات ريال اللهم لك الحمد والشكر الله يا أزك يا دولي يوم تفرح غير ترى لكن يوم تكون حاسد وتحسد الآخرين الله سبحانه وتعالى ما يفرحك ترى على فكرة يعني والحرقان يقطع المصران والتم زعلان والناس الباجين فرحانين من حولك وحواليك انت تزعل يا أخي الله يديم عليك الزعل شا سيبك ازعل يا أخي الله يديم عليكم ازعل يا رب العالمين يا الله يا الله يا ربي يديم عليكم والتم ودوم زعلانين ونحن الحمد لله رب العالمين فرحانين ليه أنا بقولك ليش خالي ما حد قالك تزعل شا سيبك تبقى ازعل نفسك أخي ازعل ازعل لا تتحرر نحن بالراضيك مستحيل ايه تبقى تراضي عمرك انت قالي بعدين نحن ما نترى يا من حد يعني مني ولا شيء الحمد لله رب العالمين الله منعم علينا الله ملك الحمد والشكر وعدنا الخير الحمد لله رب العالمين وما نتمنى على الناس على فكرة يعني ايه ما نقول سوينا وسوينا المؤذلة هالأمور ما عدنا الحمد لله رب العالمين نسوي لله سبحانه وتعالى وللأجر ايه ما يقولون سوي خير وقطة بحار بحرينيين لا طويل عمر الخير ما نقطة بحار نحن الخير نرتجي من وراه ملايين الخير ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى دائما نسوي خير ونرتجي خير من الله سبحانه وتعالى ما نرتجي خير من بني آدم ولا نرتجي الخير من الله سبحانه وتعالى ودولتنا الحمد لله رب العالمين بلد اللهم ملك الحمد معطا وبلد خير وبلد فيها رئيس اللهم ملك الحمد الشكر يتمتع الحمد لله رب العالمين بالسياسة حكيم قيادتنا عنده سياسة حكيم اللهم ملك الحمد والشكر في كل الأمور سواء الأمور ما في داعي يا أخي نحن نلعب كورة دخلونا في السياسة والله ما في داعي هذه كورة ومسوينا عشان لأهداف سامية فإذا بتطلعون من الأهداف السامية ما في داعي للكورة والله ما نبقى إذا الكورة باتي بين الحقد والحسد وتخلينا يعني نكره بعض أنا والله عيبوني الأخوان الكويتيين سوى تياهم قناة الكاس سوى تياهم لقاء في الشالع المعارض والله يعيبوني قال الكويتي هذا فرحنا ففرحنا كلنا نحن إذا فازت الإمارات كان فايز الكويت كان فايز السعودي قلت هذا هذا الفعل هذا هو المطلوب المفروض نحن نكون نتحلى بالروح الطيبة هذه كورة غالبة ومغلوب على أين وراسين نحن أمس لو خسرنا بالله أوكي على أين وراسين بنزعل داخل أمسنا ولكن ما بنلقي هذا الزعل بنحطه على خريب ما نقول هاي لا سووا لنا ولا هاي لا فيهم لا والله ما بنعودتنا ولا تصدرت مننا في دولة الإمارات أننا نحن زعلنا وركبنا الحق حد ثاني أبدا نعم على أين وراسين في القل القليل ما يمثلون الدولة ولا يمثلون الإعلام ولا شي هذه لا نعم ممكن تطلع من واحد واحد يعني تطلع من الأمور هذه مثل الوطن العربي يوم يقول لك الانتخابات قبل الله يلو تموا على تسعة وتسعين تسعين 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 تسع حين تشلمون علينا ويقول قابل الإساءة بالإحسان هذا مبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة يا مناس ياو وغلطة على الإمارات وكتبها وسوها ويجيبونهم بالعمد وكرمونهم عشان يراوونهم إذا كرمت واحد غلطان عليك تراوي أنك أنت أحسن عنه تراويك أني أنا إنسان في الداخلي زين أنت ما بزين ولكن أنا أحسن عنك بالطريقة هذه فالله أحمد لك الحمد والشكر تعودنا الحمد تربينا على هالشي ربانا زايد الله يغفل لي وارحمه على هالشي يعني خليفة ما شعلانها زايد الله يزيهم خير